بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشر الأسبوعية لأخبار الجماعة الإسلامية الأحمدية حول العالم إليكم العناوين مجلس خدام الأحمدية في المملكة المتحدة يستضيف فعاليات أصوات من أجل السلام في مجلس العموم البريطاني الجماعة الإسلامية الأحمدية في إسبانيا تعقد جلستها السنوية الرابعة والثلاثين ملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين نصره الله أهلا بكم ثانية ونبدأ نشرتنا بتقرير من المملكة المتحدة فيما احتدمت الاحتجاجات خارج البرلمان البريطاني للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة عرض من داخل البرلمان السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة السيد حسام زملت قضية شعبه بصورة حماسية هذا فشل لكل حكومة ساعدت وعطت الغطاءة والضوء الأخضر والتفويد المطلق لحدث ذلك العالم يراقب وشعوب العالم تتحدث كما نسمع الآن وهذا اختبار وفشل لنظامنا الدولي النظام الذي بنيناه معا كمجتمع دولي بعد أهوال الحرب العالمية الثانية وهذا يشكل ضرراً لإنسانيتنا ولكل واحد مننا استضاف مجلس خدام الأحمدية في المملكة المتحدة فعاليات أصوات من أجل السلام كان ذلك في مجلس العمومي مساء الأربعاء الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني وقد تمت دعوة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام وكان من بين المتحدثين الآخرين في هذا الحدث عضو البرلمان إيد ديفي وكل من السادة خليل يوسف وإبراهيم إخليف وأمجد محمود خان والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان بصفة مدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فإنني ألتزم بالقانون وتتمثل مهمتنا في محاور الضمان أن يكون القانون في الخطوط الأمامية ضمن نطاق اختصاص المحكمة القانون ليس حقاً على المحامين في الأبراج العاجية ولا يمكن المحكمة الجنائية الدولية أن تكون مصنعاً للفتر ولكن مع كل المشاعر الموجودة هنا فإن هذه هي رسالتي وتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بنشاط في الأوضاع في جميع الحائل العالم بما في ذلك الوضع في فلسطين ألقى السيد عبد القدوس عارف رئيس مجلس خدام الأحمدية في المملكة المتحدة كلمة بعنوان حضرة ميرزا مسرور أحمد أيضاً الله تعالى بنصر العزيز سفير السلام منذ أن عين الله لهذه المهمة في عام 2003 فرز حضرته كبطل لقضية السلام لقد قام بجولات في دول مختلفة بجميع أنحاء العالم واشعل شعلة السلام في كل زاوية نزارها من المناطر الطبعية الهادية في اليابان إلى شواطن زلندا الآسرة ومن الأراضي الشاسعة لأستراليا إلى كواتيمالا النابلة في الحياة لقد وقعت أخطى حضرته على أراضي لا تعد ولا تحصى حاملة بلا كلل رسالة العزالة والمساوات للجميع وفي ختام الحدث ألقى السيد رفيق حياة أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في المملكة المتحدة بضع كلمات شكر واختتم الحدث بالدعاء الصامت وبعد انتهاء الفعاليات تحدث فريق MTA مع بعض الحاضرين أرى أنه من المهم حقاً رفع مستوى الوعي الكثير من الوعي قدر الإمكان وهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون بها الناس على دراية بما يجري من أجل إحداث التغيير أشعر أيضاً أنه مع الوضع الحالي نحتاج جميعاً إلى الظهور بشكل جماعي وبذل ما في وسعنا هنا أشياء مختلفة يمكننا القيام بها بشكل جماعي والآن نقدم لكم الخبر الثاني بفضل الله تعالى عقدت الجماعة الإسلامية الأحمدية في إسبانيا جلستها السنوية الرابعة والثلاثين من الثالث عشر إلى الخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول المنصر بعد رفع لواء الأحمدية والدعاء الصامت وفي وقت لاحق بدأت الجلسة الافتتاحية حيث قرأ أمير الجماعة في إسبانيا رسالة حضرة أمير المؤمنين نصره الله للجلسة لقد أنعم الله تعالى عليكم بفضله ورحمته بالخلافة فبها تجتمعون كحلقات السلسلة فاقتروا هذه النعمة حق قدرها واجتهدوا في وضع معايير عالية لطاعتها وتعاملوا مع هذه القدرة الثانية بكل إخلاص ومحبة ووفاء وجعلوا روح طاعة الخلافة دائمة أحب الخلافة إلى الحد الذي تبدو فيه جميع العلاقات الأخرى تافها كل البركة بالارتباط بالإمام وهذا هو الدرع الذي يحميكم من كل نوع البلاء والمحن فإذا كنتم تريدون أن تتقدموا وتفتحوا العالم فهذه نصيحة لكم وهذه هي رسالتي أن ترتبطوا بالخلافة يعتاصم بحبل الله هذا فإن تقدمنا يعتمد على طاعتنا للخلافة نصركم الله وعانكم وجعلكم ورثة نعمه التي لا تعد ولا تحصى آمين هذا وقد ألقيت الخطب باللغات الإسبانية والأردية والعربية في فقرات الجلسة المختلفة تم تنظيم فقرة خاصة للضيوف غير الأحمديين حضرها العديد من الضيوف الإسبان من مختلف مشارب الحياة كما قاموا بجولة في مسجد البشارة والمكتبة والمعرض المصور عن تاريخ المسجد والذي يعرف بالجماعة الإسلامية الأحمدية بإسبانيا كما أقيمت جلسة أسئلة وأجوبة تم فيها الرد على أسئلة الضيوف وفي الفقرة الختامية نصح أمير الجماعة الأحمديين بالبقاء مرتبطين بشدة بالخلافة وإظهار الطاعة والمحبة لها في إشارة إلى رسالة خليفة المسيح الخامس نصره الله بعد الدعاء الصامت استمع المشاركون إلى الجلسة الختامية لاجتماع مجلس خدام الأحمدية في المملكة المتحدة والتي كرر فيها أمير المؤمنين نصره الله العهد الذي أخذه حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه من الأحمديين وجدد جميع أبناء الجماعة عهدهم على الرغم من أن علاقتي بهذا المسجد وهذه الجماعة قديمة جدا إلا أنني ما زلت أتذكر الوقت الذي التقيت فيه بأول مرة بوالد قمر السيد كريم إله ظفر وتناولت القهوة معه ومنذ ذلك الحين تغير الكثير وغير الكثير من الناس تفكيرهم عن الإسلام وفي كل مرة أحضر الجلسة أتعلم شيئا جديدا هذا الصباح كنت أقول لابنتي روزا هل ترغبين في حضور الجلسة؟ كانت لدينا كلانا مشاعر مختلطة لكننا كنا فضوليتين أيضا نحن سعيدتان جدا بالانضمام وحضور هذا البرنامج أولا كممثل القرية أود أن أشكركم على دعوتكم كما عبر المتحدثون عن التسامح والأخوة إنها الأشياء الوحيدة التي يمكننا من خلالها تعزيز السلام ومن الرائع أن نرى التسامح والأخوة وهو المفتاح لجعل حياتنا اليومية أكثر سعادة وعلى الرغم من الاختلافات في ديننا وثقافتنا لا يزال يتعين علينا أن نحاول العيش معا في سلام ووئام وينبغي لنا أن نواصل التعاون مع بعضنا بعضا الحمد لله حضر الجلسة السنوية في إسبانيا هذا العام حوالي 150 ضيفا غير أحمدي وتعرفوا على الإسلام والأحمدية وننهي نشرتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين نصره الله بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المباركي بتلفود في 24 من نوفمبر 22 حيث قال لقد بيّن المسيح المعود عليه السلام الهدف من بعثته ودلل بأنها كانت وفقا لحاجة العصر ولسنة الله المستمرة وفقا لينباء النبي صلى الله عليه وسلم فقال حضرته عليه السلام عن ذلك لما وجد هذا العصر مظلما ولعالم غارقا في الغفلة والكفر والشرك ولما رأى الإيمان والصدق والتقوى والحق آئلا إلى الزوال بعثني من عنده لكي يقيم في العالم مرة أخرى الحقائق العلمية والعملية والأخلاقية والإيمانية ولكي ينقذ الإسلام من هاجمة أولئك الذين يريدون إلحاق ضرر بهذا البستان الإلهي من خلال الفلسفة والطبيعية والإباحية والشرك والإلحاد فيا طلاب الحق فكروا جيدا أليس هذا هو الوقت نفسه الذي كان الإسلام فيه بحاجة إلى نصرة سماوية ألم تتبين عليكم إلى الآن الصدمات التي سبت على الإسلام في القرن السابق أي القرن الثالث عشر والجروح التي لا تطاق وقد تعرض لها الإسلام نتيجة انتشار الضلال ألم تعلموا إلى الآن ما هي الآفات التي تحيطوا بالإسلام ألم تعرفوا إلى الآن كم من أناس هجروا الإسلام وانضموا إلى المسيحية وكم منهم صاروا ملحدين واتبعوا مذهب الطبيعة وإلى أي مدى حل الشرك والبدعة محل التوحيد والسنة وكم من كتب ألفت ضد الإسلام ونشرت في العالم والآن فكروا بأنفسكم وقولوا بالله عليكم ألم يكن ضروريا أن يرسل الله سبحانه وتعالى شخصا على رأس هذا القرن ليتصدى للهاجمات الخارجية فإذا كان ذلك ضروريا فلا ترد نعمة الله عمدا ولا تحيد عن شخص كان مجيئه على رأس هذا القرن ضروريا ومناسبا بحسب مقتدى القرن كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية وكتب عنه أهل الله في إلهاماتهم وكشوفهم ارفعوا نظركم وانظروا كم من بلايا حاطط بالإسلام وكيف يطلقوا عليه العدو سهامهم من كل حدب وصوب وكيف أثر هذا السم في عشرات الملايين من الناس فهناك طوفان علمي وطوفان عقلي وطوفان الفلسفة وطوفان المكائد والفسق والفجور وطوفان التمع والجشع وطوفان الإباحية والإلحادي وطوفان الشرك والبدع فانظروا إلى هذه الطوفانات كلها بعيون وعية وأتوا بنظيرهم من الأزمنة الغابرة إن كنتم على ذلك من القادرين قولوا أمانة هل يوجد لها نظير منذ زمن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإن لم يكن هناك نظير فاتقوا الله واستنبطوا من الأحديث معاني مناسبة ولا تغضوا الطرف عن الأحداث الواقعة حاليا فينكشف عليكم أن هذا الضلال كله هو الدجل الشديد الذي حذر منه كل نبي وقد وضعت الديانة المسيحية والأمة المسيحية أساسها في العالم فكان ضروريا أن يأتي مجدد الوقت بإسم المسيح لأن أمة المسيح هي أساس الفساد إن دخول الناس من كل الأجناس والعراق دليل على صدق المسيح المعود عليه السلام وسأذكر لكم بعض قصص البيعة من كونغو هناك قرية اسمها فريدوكا وفيها أخ مسيحي اسمه فيروز وصلته مناشير الجماعة حول مجيء المسيح المعود عليه السلام فقال كنت أبحث عن مثل هذا الإسلام منذ المدة ثم انضم للجماعة ومن تنزانيا عندما بدأت الأحمدية في قرية اسمها شينيغانا كان الأحمديون يصلون تحت ظل الأشجار فأشع شخص اسمه محمد أن الأحمديين غير مسلمين وبدأ يحرضوا ضدهم وأقسم أن لا يدعهم يبنون مسجدا لهم هناك وكانت سيدة أحمدية قد اشترات الأرض لبناء المسجد ومع اتمال بناء المسجد كانت قد وصلت دعوة الأحمدية إلى بيته حيث وفق الله سبحانه وتعالى زوجته وأولاده لقبولها وهو باقي وحيدا في معارضة الجماعة ويكفيه هذه الآية لو كان من العقلين أن الله تعالى قد ألقى الصدق الأحمدية في قلوب أهل بيته وهو لم يستطيع فعل شيئه وهناك مثال آخر على قوة الإيمان من الأرجنتين حيث هناك أخت اسمها ميريلا أسلمت ولكن بسبب سلوك المسلمين ابتعدت عن الإسلام ولما جاءت لمركزنا باعت وقالت لقد شعرت بالإتمانان لأني وجدت بين تعاليم الأحمدية وأفعال الأحمدية تطابقا وهم يعطون الجميع فرصا متساوية وكانت ابنتها غير المسلمة تدرس في مدرسة عربية إسلامية فلما عرفوا عن أمها بدأوا بالضغط عليها والتحريض ضد الجماعة وغضبوا على البنت لأنها ساعدت في بعض أعمال الجماعة وقالوا على والدتها أن تترك الجماعة فقالت الأم بل يجب أن تتركي هذه المدرسة وكانت تشعر بالفخر بالانضمام للجماعة وهناك أخ اسمه سونو سلطانو من بخارة في أسبيكستان ويعمل في روسيا يقول أنا أحمدي وحيد وأقوم بتبليغ الأحمدية لزوجتي وأهلي وأدعو الله تعالى أن ينورهم بنور الأحمدية وقد رأيت في رؤية المسيح المعود عليه السلام قد وضع يده على قلبي وصار يردد سورة الإخلاص ورأيت في رؤية أيضا أني في الجنة مع زوجتي وأولادي ورأيت موسى وعيسى عليهم السلام فاطمأننت أن هذه بشارا بأن أهلي سينضمون إلي في جنة الأحمدية وبعد أيام بايع ابني ودعو الله تعالى أن تنضم لنا زوجتي أيضا وفي ختام الخطبة قال أمير المؤمنين سره الله إن الإيمان بالمسيح المعود عليه السلام لا يكفي ما لم نحدث في أنفسنا تغيرات طيبة ثم طلب مواصلة الدعاء للفلسطينيين أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى من الظلم فهناك هدن الآن ليصال المساعدات الإنسانية ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ إن الحكومات الغربية تظن أن الحرب ستنحصل في تلك المنطقة ولكن بدأ بعض الأقلاء يدركون أنها ستصل إليهم وبدأ بعض قادة المسلمين يرفعون صوتهم كما قال الملك السعودي إننا يجب أن يكون لنا صوت واحد ثم عالن أمير المؤمنين سره الله أنه سيصل الغيب على بعض المرحومين وذكر نبذة من حياتهم كنوا معنا في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر